نهار اليوم إذن البداية بأهم ما جاء في الصحف الرياضية المحلية لنهار اليوم الاثنين البداية عفواً البداية مع يومية الشباك التي كتبت تقريراً تسألت فيه عن من سيوقف أو سيوقف ثلاث برشلونة ميسي نيمار والأرغياني لويس واريس فكل واحد لديه أو كل لاعب لديه القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتجاوز أكثر من لاعب وهو ما يسمح بخلق ثغرات في دفاع المنافسين مهما كانت قوتهم وتصعب أيضاً مهمة إيقافهم وأضاف صاحب التقرير بأن مدرب الأتليتيكو ديغو سيميوني قال عن الثلاث بأن أروع ما يميزهم عدم وجود ضغائن أو ضغينة بينهم وكتبت اليومية المحليون يدخلون تربص سيدي موسى في فترة تعيش فيها كرة القدم الجزائرية أياماً سوداء على طول الخط بعدما تلطخت سمعتها بكثرة فضائح تناول المنشطات بجميع مشتقاتها بداية من كوكايين اتحاد العاصمة للعبها يوسف بليلي وصولاً لهدف مولدية العاصمة خيردين مرزوكي ونقرأ في شباك دائماً متوسط ميدان المنتخب الوطني صوفيان فغولي يعود أساسياً مع فريق فالانسيا ضد لعبي سبورتينغ خيخون ويتعارك مع مواطنه رشيد أيت عثمان وأضافت اليومية نقلاً عن مركة الإسبانية أن تصرف مدلل الخفافي شفغولي من بين أكثر الخرجات غير الرياضية في 2016 وحارس خيخون كويلار تهجم عليه بالقول لا أعلم من الذي ضار في ذهن فغولي ولكن التصرف يبقى معتاداً من طرف الفرنسيين المخادعين على حد وصفه عندما وصف هذا الحارس فغولي بالفرنسي المخادع يومية كومبيتيسيون بالناطقة الفرنسية نقلت تصريحاً لمدرب مولودية العاصمة مزيان إغيل الذي أكد فيه أن اللعب على المراكز الثلاثة الأولى لا يزال متواصلاً ويبقى هدفاً رئيسياً رغم الخسر القاسية التي تلقاها النادي السبت الماضي أمام مضيفه شبيبة الصورة مضيفاً في حادثه بأن اللعبين ظهروا بوجه طيب غير أن الحظ لم يكن حليفة رفق الحارس فوزي شوشي كما لم يخفي المدرب إغيل في تحميل حكم المواجهة مسؤولية الخسارة بعد إعلانه لضربة جزاء خيالية حسبه أما يومية لبيتور فتحدثت عن المشوار الطيب الذي أبانه اتحاد العاصمة هذا الموسم في المحترف الأول من دور موبيليس مؤكدة أن الفريق العاصمي قد يحسم لقب بدءاً من الجولة السادسة والعشرين عندما يواجه أشبال ميلود حمدي فريق لفريق مولودية العاصمة علماً أن الاتحاد يتواجد في المركز الأول بواحدٍ واربعين نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب شباب